انا جهزوا انفسكم للتصفيق الحار لصاحب المركز الاول الفائز في رالي الشرقية في نسخته الاولى حاليا سيصعد الى المنصة على متن سيارة سوبارو سيارتين الاتين احرزتان مركز الثاني والثالث كانتان من نوع ميتسو بيشي لانسر ايفولوشن ناين الان في المركز الاول اعزائنا من المملكة العربية السعودية السائق يزيد الراجحي الف 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 مبروك ليزيد الراجحي انجاز كبير بالفعل للسائق السعودي يزيد الراجحي وملاحه الفرنسي او الايرلندي الفرنسي عفوا ماثيو بوميل يزيد الراجحي اذا احرز المركز الاول في الرالي بفارق واحد وعشرين ثانية ومائتين بالالف من الثانية عن امجة فراح يزيد ابتدأ اليوم في المركز الثالث وتمكن طبعا في نهاية هذا اليوم من ان يتقدم ويحرز المركز الاول بكل جدارة واستحقاق يزيد لم يمضي على وجوده في الراليات عام واحد وهذا ثاني فوز دولي له هذا العام بعد الانجاز الذي حققه في رالي الكويت الذي ايضا كان مرشحا للانضمام لبطولة الشرق الاوسط وبالفعل سيكون رالي الكويت في رزنامة البطولة العام القادم وهذا يعني ان يزيد فاز في الراليين المرشحين لدخول الرزنامة العام المخبر رزنامة الشرق الاوسط ان كان رالي الكويت ورالي الشرقية حاليا السلام الملكي لمملكة العربية السعودية تفكيرا بفوز يزيد الراجحي يدى القلب الفبروت ليزيد الراجحي فوز سعودي مئة في المئة في رالي الشرقية مع يزيد الراجحي وملاحه الفرنسي ماثيو بامل على سيارة سوبارو امبريزا ستي اي دابلو ار اكس ان فورتين يزيد الراجحي وتاني فوز دولي له هذا الموسم مع ملاحه الفرنسي ماثيو بامل الف الف مبروك الف مبروك لا يزيد الراجحي نتيجة ولا اروع بالفعل وفوز مستحق في ارضه يزيد سابق في كل راليات الشرق الاوسط في الاردن في الكويت في لبنان في خبرص حتى شارك يزيد مرتين هذا الموسم ولكن التسابق على ارض الوطن والفوز له نكهة وطعم مختلف الف مبروك ليزيد الراجحي وماثيو بامل وايضا للتفكير يزيد احرز لقب بطولة المملكة العربية السعودية لسائقي سيارات المجموعة ان بعد طبعا الفوز الكبير الذي سجله اليوم بطولة هذا العام ستشتمل فقط على هذا الرالي على امل زيادة عدد جولاتها العام القادم يزيد الراجحي ماثيو بامل وفيصل الدعجاني من الفريق الف الف مبروك ليزيد الراجحي ايضا مبروك لماثيو بامل الملاح الفرنسي الكبير الذي عرف كيف يتعامل بكل احترافية مع طرقات رالي الشرقية هذا الرالي المنضم حديثا الى عالم الرياضة الميكانيكية في الشرق الاوسط يزيد الراجحي المركز الاول وكسر طبعا هيمنة سيارات متسو بيشي على المركزين الثاني والتالب على متن سيارته الجديدة السوبارو امبريزا استي اي دبلو ار اكس ان فورتين طبعا بعد هذا التتويج سيصطف السيارات الثلاث الاوائل الى جانب بعضهم البعض لاخد صورة جماعية لاصحاب المراكز الثلاث الاولى طبعا بعد قليل سيتم اخد صورة جماعية للفائزين في المراكز الثلاث الاولى في الترتيب العام اشتركوا في القناة